صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله قرار رقم 8 لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني جاء فيه المادة الأولى يعد تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير الطاقة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وزير الصحة وزير الصناعة والتجارة وزير شؤون الإعلام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة مدير عامل إدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية مقررا للمجلس المادة الثانية يجوز لوزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم في شؤون الدفاع المدني كما يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من عضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعهد إليه بحثه من موضوعات المادة الثالثة على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وراعاه قرار رقم تسعة لسنة 2015 بتعيين مدراء في وزارة المالية جاء في مدته الأولى أنه يعين في وزارة المالية كل من السيد محمد سعد الاسهلي مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية السيد عدنان عبدالوهاب اسحاق مديرا لإدارة الميزانية السيد مبارك نبيل حسين مطر مديرا لإدارة الخزانة كما جاء في المادة الثانية أنه على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية اشتركوا في القناة